بعد أن تنتهي الحشود من أداء مراسيم الزيارات المليونية لسيما زيارة العاشر من محرم الحرام يشرع خدمة المولى أبي الفضل عباس عليه السلام بغسل الحرم والصحن الطاهرين إلى جانب تدابير التعفير والتعقيم التي جاءت هذا العام إضافة إلى الأعمال التي تقوم بها الأخسام المعنية في ظل تفشي جائحة كورونا تتهيأ وتباشر الكوادر الخدمية في العتبة العباسية المقدسة لغسل الحرم الشريف والصحن الشريف ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين وهذه الكوادر عندما تباشر هناك مراسيم لأداء زيارة المولى أبي الفضل عباس عليه السلام للاستئذان ببدء الدخول والمباشرة بغسل الحرم الطاهر وكذلك بعدها تقرأ زيارة عاشوراء مراسم ولائية وعزائية باشرت بها الملاكات متخذين من الليل فرصة لإجراء أعمال التنظيف وذلك من أجل عدم مضايقة الزائرين الوافدين لأداء الزيارة لكون إن عدادهم في هذه الساعات تكون قليلة مما يسر على الخدمة عملهم والحمد لله هذا توفيق الله محسودين عليه ونتمنى من الجميع أن يتوفقون ما بين الزيارة وبين أي عمل هو يخدم أهل البيت والحمد لله رب العالمين يعني إذا شوفوا أنتو الوضع هنا طبعا هذا التطهير والتنظيف وهذا نحن مستمرين على ولكن خاصة بعد الزيارة بحكم الناس اللي تيجي ورجليها خاف بها نجاسات وإن شاء الله يقلها طاهرة ولكن من باب الاحتياط نحن نقوم بهذا التنظيف والحمد لله رب العالمين ضمن الخطط الخدمية التي تضعها الأمانة العامة لعتبة العباسية المقدسة في زيارة عاشوراء هي غسل وتنظيف الحرم والصحن الشريفين بعد انتهاء المراسم العزائية لعودتهما على ما كان عليه قبل الزيارة اشتركوا في القناة